العموماً قبل ما روح لأخبارنا النهاردة واتكلم مع حضراتكم في الأخبار النهاردة عايز حضراتكم تركزوا معايا في اللي جاي آه ركزوا معايا ومحدش يتحك ولا أقول لحضراتكم اتحكوا يعني خلينا نشوف الموضوع حل هو بجد هزار ولا حاجة جد لأنه اللي بيحصل ده ما ينفعش اللي بيحصل ده خلينا بس أقول لحضراتكم الخبر وبعدين أتكلم رابطة الأندية بتعلن عدم توقيع عقوبات على جمهور الزمالك بسبب تلافيات برج العرب أولاً عشان بس محدش يخدني وديني يقول لي زمالك وأهلي والكلام اللي حضراتكم أو بعض من اللي يشجع نادي الأهلي دايماً بيودينا لي أنا بتكلم على نحن عايزين نرجع الجمهور عايزين نرجع الجمهور مرة تانية للملعب إزاي؟ أولاً يجب أن يكون هناك رد على أي حد بيطلع بره بره اللي المفروض يحصل يعني أي حد بيخطئ يجب أن يكون هناك عليه عقوبات ما ينفعش أبرر له أي مكان النادي وأي مكان اسم النادي بالمناسبة يعني أي مكان النادي واسم النادي عشان ما حدش يدخلني في قصة مش بتاعتي أنا كل اللي يهمني أن أنا أشوف جمهور الأهلي بالنسبة لي أن أنا أشوف جمهور كل الأندية الحقيقة ولكن أشوف جمهور الأهلي موجود في المدرجات إمتى حيكون جمهور النادي الأهلي موجود في المدرجات كاملة زي زمان؟ عندما يكون هناك رادع قوي للمخطئ ولكن أن أنا طلع مبرر للمخطئ هو ده اللي يزعل أو هو ده اللي عمره ما حيرجع الجمهور مرة تانية للملعب من الآخر كده أنا بجيبها لحضراتكم من الآخر لأنه النهاردة الخبر اللي أنا قريته الخبر ده كان موجود طبعا من يوم الخميس اللي فات الأحداث أنا آسف كانت يوم الخميس في مباراة الزمالك والمصري لكن الخبر أو القرار طلع النهاردة فأنا انتظرت قلت النهاردة خلينا ننتظر إيه اللي حيحصل من لجنة الأندية أو رابطة الأندية المحترفة رابطة الأندية المحترفة قالت إيه؟ حماس في التشجيع كما قالت رابطة الأندية الرابطة أنا أعرى لحضراتكم خبر أن الرابطة قررت تغريم النادي لإسماعيلي 20 ألف جنيه بسبب هتفات جماهيره ضد الهاني سليمان حارس مار مصموحة في المباراة الأخيرة بالدورة مع التنبيه بتغليظ العقوبة حال التكرار ده بيان الربطة بالمناسبة وأكدت الربطة في بيان رسمي لها أنه تم إيقاف محمود صابر لعب البنك الأهلي الثلاث مباراة بسبب الترد لتدخله العنيف ضد لعب أمبي اللي جاي بقى خذ حضرتك اللي جاي وأوضحت رابطة الأندية المصرية أن ما حدث في مباراة الزمالك ضد المصري من جانب الجماهير وبعض التلفيات التي حدثت تحملها الفارس الأبيض خاصة أنه صاحب المباراة وهو من الأساس دفع أموال التأمين قبل المباراة وأنه لا عقوبات على جمهور الأبيض لأن التلفيات وقعت بسبب الحماس في التشجيع وليس الشغل ومن جانبه قال عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية عن العقوبات في مباراة الزمالك والمصري الغرامات أو العقوبات ستكون على حسب تأرير حكم المباراة ولكن لن يكون هناك عقوبات خاصة لأن جمهور الزمالك كانت حماسية وتشجع فرقها وهناك فرق بين الشغب والحماس وبرج العرب حصل على مبلغ التلفيات من أموال التأمين والأمر بينه وبين القلع البيضاء هذا ما قاله الأستاذ عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة والله العظيم حرام اللي بيحصل في كرة القدم المصرية حرام الحقيقة مطش الزمالك والمصري كان فيه حماس شديد مش شغب زي ما بتقوله لو كان يوم الخميس اللي فات وانا الحقيقة زي ما قلت لكم كده ما كنتش حابب ان انا اتكلم عليه النهاردة خالص وقلت اصبر وشوف القرارات الرسمية من ربطة الأندية ونشوف اين اللي هيحصل فيها الحقيقة فجأت ان القرار طلع النهاردة وطلع بهذا الشكل وكان لابد التعليق من الواضح ان حما الاحتواء حما الاحتواء انتشرت لانه السنة اللي فاتت كان الاحتواء في التحكيم او في لجنة التحكيم وشوفنا ما حدث في مباراة الاهل والزمالك في الاسبوع الرابع السنة اللي فاتت وخلصت خمسة ثلاثة للنادي الاهل لانه كان في احتواء ساعت فوقفت النتيجة على هذه النتيجة اللي هي خمسة ثلاثة ولكن احتواء السنة دي من البداية من الواضح انه بينتشر وبيتغلغل وبيتصرب في كل منظومة الرياضة المصرية لانه القرار اللي احنا بنشوفه ده اقل ما يقال عنه انه قرار تاريخي 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 ازاي عم اسلام انت بتهزر ايوة يا جماعة والله العظيم تاريخي تاريخي بس من ناحية السلبية تخيل حضرتك ان الكرسي ده اهو الكرسي الابيض اللي موجود امام حضراتكو ده انا كسرته الكرسي اللي موجود ده انا كسرته فيطلع حد من ربطة الاندية او حد يطلع من القناة هنا يقولك لا يا جماعة والله اسلام ما كسرش الكرسي ده اسلام من ان هو بيتحمس اوي فكسر الكرسي اللي حضراتكو شايفينه ده حماس اللي حضراتكو شايفينه ده من تكسير الكراسي هو حماس وليس شغب الكراسي اللي انا عرفه يعني ان الكراسي لما بتكسر في ملعب خصوصا لما الملعب ده يبقى ملعب تابع للدولة يبقى حضراتك حاجة اسمها اعتداء على المال العام وبالمناسبة يجب ان يتم تطبيق هذا الكلام على كل الجماهير بما فيهم جماهير الاهلي بالمناسبة لكن ان حضراتك تبرر وتقول انه حماس حماس ايه حضراتك عرفت يعني هل حضراتك عندك ميزان للتفريق ما بين الحماس والشغب يعني هل حضراتك عندك حاجة معينة كده تخليك تعرف اه احنا قاعدين اهو اه لا ده حماس ده حماس حماس ملعب يعني وعملت كده هاتلي اي صورة تانية ممكن اقولك اه اه لا ده شغب بقى لكن اه ده شغب مثلا يعني نقول ده شغب ايه يا فندم اللي خلى حضراتك تقول ان اللي حضراتك شايفه ده حماس وليس شغب خصوصا اللي انا اعرفه اللي انا افهمه يعني ان الشغب بيحدث في بعض الحالات منها ان فريقك يتغلب او يتعادل وانت من الفرق الكبيرة اللي بينافس على الدوري او حتى فريق صغير بينافس على الهبوط او يعني لقد راح يهبط ولا حاجة فبما ان الزمالك تعادل مع المصري في المباراة او المصري اللي تعادل مع الزمالك في المباراة السابقة وبالتالي مليون في المية الجمهور حيبقى زعلان ومتدايل انا الحقيقة مستغرب جدا 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 من اللي بيحصل هي الاحتواء اصبحت كلمة السر في كل الامور لو الاستاذ احمد دياب النائب احمد دياب ونائب احمد دياب ونائب الرابطة كابتن عماد متعب او العميد سروة تسويلم الحاج عامر حسين عندهم اي تفسير يقولوا انما قصة الحماس دي قصة غريبة جدا ايه اللي يخلي حضرتك تعرف ان ده حماس وده شغب من فضلك قولي علشان بعد كده هو في حد بيتحمس اكتر من جمهور الاهلي جمهور الاهلي بيتحمس في المدرجات وعادي جدا انه ما بيكسرش ولا بيعمل هو ليه حضرتكم بتدفعونا دفع ان احنا نقعد نتكلم في حاجات ما يصحش ان احنا نتكلم فيها حضرتك حتخلينا حديث العالم كله او حتخلينا حديث الساعة بقرارك اللي خطف الانظار قرار غريب جدا ده القرار ده من وجهة نظري انه هو قرار خطف الانظار من كاس العالم واللي بيحصل في كاس العالم يعني هو لو حد قصر حاجة في كاس العالم هنقوله ده حماس اي منتخب من المنتخبات الموجودة هناك وحد قصر حاجة في المدرجات الموجودة هنقول ده حماس مرة تانية وتالتة ومليون ايه الفارق حضرتك عرفت ازاي هل حضرتك شايف ان التكسير لما يبقى من نص الكرسي كده يبقى ده شغب والتكسير اللي من الجنب الكرسي يبقى حماس مثلا هل حضرتك سألت جمهور اللي كان موجود كله وسألتهم قالولك احنا بنتحمز لو حضرتك قصر تضحك علينا وعالناس يبقى ماينفعش تقول كده برضو لانه الكلام اللي بيحصل ده غريب جدا طب انا ليه منفعل وليه لو حصل الكلام ده مع اي جمهور في الدنيا هقول هذا الكلام بالمناسبة يعني لانه اللي بيحصل ده مش هيخلي الجمهور يرجع مرة تانية حضرتك بتجد مبرر للجمهور المخطئ علشان يكسر مرة تانية حضرتك اللي خد القرار بيجد مبرر للمخطئ عشان يخش المرة الجاية ويكسر تاني وحنقولك ده حماس هتعرف منين او هتقولنا منين ان ده حماس ولا ده شغب عارفين الغريب في قرار لجنة الانديا النهاردة ايه انه لم يوقع عقوبة على الاهل وجماهيره او الله يعني النهاردة اللي برضو حاجة استغربتها جدا يعني ان في الاهل او رابطة الانديا لم توقع على الاهل وجماهيره بسبب اللي حصل في مباريات اخرى مش ده اللي بيحصل دايما كمان حضرتك خدت قرار بتغريم جماهير فريق لانهم سبوا حارس الفريق طيب يعني حضرتك معترفة هو في جانب اخر او في مباراة اخرى انهم سبوا وشتموا هو مش حضرتك قلت او قلت على هذا الكلام قبل كده اما عقبه بمنع عدد من جماهير الاهل بعد مطش الداخلية وعقبتهم بمنع بمنعهم مباراتين هو فين الميزانة فاندب يعني حضرتك عقبت جمهور الناد الاهلي في مباراة الداخلية وعقبت جمهور اخر عشان سب حارس فريق منافس شمعنا الكراسي دي حماسة فاندب ما هو ممكن يعني بما انه حماس وانا شخصيا انا لا او شجع على السب والكلام ده كل ولكن بما انه حماس فانا دلوقتي فاضل دقتين وفرقتي متعدلة والجن بيضيع وقت فحاشتم الجمهور وده مش صح ده غلط جدا جدا فحاشتم الجن يعني ما هو الكلام اللي حضرتك بتقوله ده معناه ما هو ده حماس انا باشتم جمهور الفريق المنافس او انا باشتم حارس مرمى الفريق المنافس علشان بيضيع وقت فانا متحمس ان انا اشتمه هو فيها فاندم لايحة حضرتك احنا شغالين بيها ولا على حسب الحماس عشان محدش يطلع يقول لي اسلام بيحرط جمهور واسلام مش عارف ايه انا بوضح موقف وبقول حتى لو جمهور الاهلي هتكلم في هذا الامر بس انا متأكد ان جمهور الاهلي بيعملش كده لانه اللي انا بسأله لحضراتكم هل تطبيق اللواية حسب المزاج والاهواء وبعدين وبعدين ده لسه بدري ده رابع مباراة رابع مباراة الحقيقة ان بداية هذا الموسم هي بداية غير مبشرة انا شخصيا يعني لست متفائل بما يحدث لانه انا الحقيقة كان عندي تفائل بكل شيء بيحدث ولكن لما بتكلم يقول لك اصل الاسلام بيقعد يتكلم ويعمل طيب انا لما باجي اتكلم بتكلم عشان حكتين المصلحة العامة لهذا البلد الكبير ها ومصلحة كرة القدم انا نفسي مرة تانية اشوف الجمهور مالي الاسداد بدون ما يكسر او بدون ما يتحمس لإيه لانه حتى لو انا انا كجمهور رايح اتفرج على مباراة عارف ان انا لو كسرت الكرسي ده محدش هيطلع يقول مبرر هتعاقد حتى لو متحمس لانه الحماس لا يمنع الاقاب ولكن اللي يزعل اكتر واكتر حاجة واحدة فقط وهي ايجاد مبرر للمخطئ ايجاد مبرر للمخطئ الحقيقة كان عندي تفاقل ان يتم تنظيم مسابقة جيدة هذا الموسم ولكن البدايات غير جيدة لا يوجد ميزان لو حضرتك بتعمل كده مع جمهور الاهلي و جمهور الزمالك و جمهور الاسماعيلي و جمهور المصري و جمهور الاتحاد و جمهور المحلة و كل الجماهير ما حدش هيتكلم معاك في حاجة لان المساواة في الظلم عدل يعني حضرتك حضرتك لو ما عقبتش جمهور الاهلي و قلت جمهور المتحمس ما كنتش هقدر اتكلم انا دلوقتي و انا لا ادعو لعدم الاعقاب بالمناسبة بالعكس انا ادعو للعقاب والعقاب الشديد حتى لو جمهور النادي الاهلي اخضر ليه يا فاندي ما انا بقولي الكلام ده عشان انا نفس اشوف المدرجات دي مملية مش مقصورة نفس اشوفها مملية لان انا كده القرارات اللي بيعتم اتخاذها دي بتدعو للفتنة ميزان العدالة يجب ان يكون ميزان واحد ميزان العدالة يجب ان يكون ميزان واحد ميزان لا يكون ميزان نفسش باردددد و أنات اخر Всемدرا